ترجمة نانسي قنقر لتعزيز الرقابة وحفظ المال العام لتعزيز الرقابة وحفظ المال العام جاءت سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي أعلن عنها صندوق العمل تمكين كجزء من خطته الشاملة لتحسين الإجراءات الرقابية بهدف توطيد أطر التعاون والثقة المتبادلة بين تمكين وجميع أفراد المجتمع سواء من مستفيدين أو غير مستفيدين من برامج الدعم المقدمة كما تضمنت الخطة التوسع في القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات فتم تجشين صفحة إلكترونية خاصة للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببرامج الدعم وذلك لمتابعة البلاغات المقدمة بسرية ثامة وفق أعلى مستويات الخصوصية هذه الخطة الرقابية جاءت بعد تشكيل فريق متخصص بالرقابة على برابج الأفراد للكشف عن أي حالات توظيف غير قانوني أو تلاعب في الأجور كما تم تخويل عددا من موظفي الصدوق صفة مأموري الضبط القضائي بهدف تعزيز الأطر القانونية المتبعة في إجراءات الرقابة والمتابعة وتطوير آليات العمل بين تمكين والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن الحالات التي يتم رصدها وتأتي هذه الخطوة ضمن مساع الصدوق المستمرة لمتابعة الاستخدام الأمثل لبرامج الدعم وتشجيع المتضررين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات إلى جانب تحديث الإجراءات الرقابية ومضاعفة الزيارات التفتيشية ورفع مستوى الدمج مع الأنظمة الشريكة للحد من أي مخالفات أو تجاوزات أو إساءة لاستخدام الدعم ترجمة نانسي قنقر